شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جلو التسعة والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام ونقل وزير الدفاع خلال كلمات اعتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجود الذي يبدله رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتلية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف تخصصات مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهة الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنافدة للمشروع